هنا يبدأ بسم الله شوفوا جماعة في البداية نحن جهازين كمبيوتر جهازين كمبيوتر كمبيوتر A و كمبيوتر B تمام؟ كمبيوتر A كمبيوتر B مثلا نحن نرسل صورة على الانترنت نحن نرسلها على عمر صورة او اي اي شو نرسلها على الانترنت تمام؟ شو منحتاج غير البروتوكولات بين الجهازين لأ بين الجهازين نحن شو بيعنا مية من الية صح؟ شو بيع يلزمنا؟ يلزمنا نعرف العنوان لآي بي والمك يدرس صح ولا لا؟ طيب في هنا جهاز كمبيوتر A يتصل على الانترنت و جهاز كمبيوتر B أنا A و عمر B أنا بدي ارسل لعمر صورة على الفيسبوك على الفيسبوك على الإيميل واتف غرب شو مكان تمام؟ أول شغلة لازم نعرف هل هي شيء؟ البروتوكول ليش البروتوكول يا جماعة؟ مبارح أخذنا شو البروتوكول؟ لغة تخاطب لغة تخاطب صح؟ طيب بعد ما يتفق على لغة تخاطب شو بيع أن ينزل على communication model و يختار من الـ OSI model وسيلة اتصالي أو وسيلة نقل للبيانات تمام؟ في داخل الـ OSI أجمعها في بيجي سافر layer سبع سبع طبقات شو ما سبع طبقات رح نتعرف عليه؟ طبعاً أجمع الـ OSI layer اختصار لـ Open System Interconnection تمام؟ من اختراع الـ ISO نظمة الـ ISO في عام 1977 اختراعوا الـ OSI علشان البرامج والأجهزة كلياتها تقدر تتصل في بعضها البعض ليش؟ مثلاً احنا عندنا أجهزة أبل صح ولا لا؟ وعندنا أجهزة ماكنتوش وعندنا نفسها الأبل يعني؟ وعندنا أندرويد صح؟ وعندنا لينوفو وعندنا ماس آي وعندنا عديد من الأجهزة وعندنا نفس الفكرة وعندنا سيسكو صح؟ وعندنا جونيبر وعندنا هواوي جميع هذه الشركات اعتمدت لمين؟ لا تم الاعتماد على مين؟ على الـ 7 layer علشان يشعلينيكم على بعض صح ولا لا؟ كيف الويندوز يحكم على لينوكس؟ كيف يقدر يتصل باللينوكس؟ كيف الويندوز يتصل بالأندرويد؟ عن طريق الـ 7 layer تمام؟ طبعاً لو ملتي فيندور نتعرفش يعني الفندور؟ نتعرفش الفندور؟ الفندور؟ اللي؟ المنتج زي المنتج أو زي الـ product تمام؟ قال له ايش يا جماعة؟ Virus Hs ايش؟ تقوم؟ يعني الأجهزة والسفتوير الهاردوير والسفتوير طبعاً يتكون الـ OSI layer من سبع طبقات الـ application presentation session transport network و data link و فيزيكا سنتعرف عليهم وحدة وحدة سنتعرف عليهم وحدة وحدة بركزين معي؟ الـ application الـ application الـ application الـ application الـ application الـ application نتعرف عليهم وحدة 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 ومدخل على واحدة من الطبقات ونتعمق فيها الـ application presentation session transport network و data link و الـ physical سنتعرف عليهم وحدة وحدة بركزين معي؟ أول طبقة التي هي الـ application layer طبقة التطبيقات وهي الطبقة الأقرب لمين؟ للمستخدم الطبقة الأقرب للمستخدم معي أنس؟ مركزين؟ الطبقة الأقرب للمستخدم لماذا؟ لأننا نتعامل مع المتصفح على الإنترنت مثلاً نتصفح جوجل أو نتصفح فيسبوك أو نتصفح يوتيوب ماذا نلزمنا؟ ماذا نلزمنا برنامج؟ ماذا نلزمنا برنامج؟ عند جوجل كروم جوجل كروم جوجل كروم وسيلة وسيلة ما بينك وما بين مين؟ الشبكات مثلاً جوجل كروم عشان يتصل لك في فيسبوك بيحتاج يعمل على بروتوكولات شو هيدا بروتوكولات؟ الـ htp جميعكم تعرفوا شيء صح؟ مثلاً لو واجهنا على كروم ونظرنا على كروم أمامنا ليش تفهم؟ شوفوا لي htps htps صح؟ htps وين موجودة جماعة؟ في الـ application في طبقة مين الـ application؟ ليش؟ لأنك أنت بتشوفها أمامك فيسبوك نفس الكلام يوتيوب نفس الكلام ميجا نفس الكلام مفهومة؟ طبقة مين؟ طبقة الـ application يعني أنا لما بأجي بأفتح جوجل كروم مثلاً أنا فاتها وين موجود جوجل كروم اللاغ؟ طبقة التطبيقات طبقة التطبيقات في الـ application تمام؟ طبق نتعرف على الـ presentation الـ presentation الـ presentation يتم فيها وظيفتين وظيفتين الـ compression ضغط البيانات و encryption و de encryption يعني تشفير فك التشفير و ضغط ضغط compression ضغط البيانات نتعرف عنها؟ طبعاً أنا سأعطيكوا hint بسيطة لها وطبعاً هي المسؤولة عن تحديد صيقة نوع الملفات أو البيانات اللي تم نزولها من الـ application مثلاً ممكن يكون نزول البيانات صورة GPT صح ولا لا؟ لو أنت على الفيس بوك مثلاً أرسلت لي مرحبة مرحبة أي مرة عن كلمة text رحيتم تحديد كلمة مرحبة في الـ presentation على إنها كلمة text صح؟ صح؟ أنت أرسلت لي على الإيميل document بالضبط أنت أرسلت لي على الإيميل إيش؟ ملف 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 الامage بيستخدم علشان ترسلي بيكون اول شيء في طبقة الامريكيشن الامage بيستخدم الاس ام تبي مرتكول الاس ام تبي تمام؟ او الاس ام تبي تضخل؟ او الاس ام تبيتري علشان شو؟ علشان يرسلك الدكريمانتشو تمام؟ فانت لما تكون فاتح مثلا الاؤتلوك زي ما احنا راح نتعرف عليه كمان شوية تكون فاتح انت الاوتلوك او الجيميل بيتم تغريف البيانات من طبقة الامريكيشن من تنازل انت بتفعليه طب هلا لم ينزل من الامريكيشن ده يتم تحديد نوعيته شو نوعيته؟ دوكمنتشن انت رسل لي ورد فبيتم تحديد الامريكيشن تابعة فيه؟ في البرزنتيشن بيتم تشفيره وبيتم ضغطه وبعدين بيتم نزوله الوين للسيشن طبقة السيشن يا جماعة طبقة مهمة جدا جدا طبقة السيشن طبقة مهمة جدا جدا وهي المسؤولة عن ايش؟ عن إدارة الاتصالات عن إدارة قنوات الاتصالات مثلا انت فاتح فيسبوك وفاتح يتيوب وفاتح جوجل وفاتح الجيميل بنفس اللحظة من لك الأفق هاي الشغلات؟ انت بتلاهي اني ما بيتم تداخل؟ صح؟ بالضبط بالضبط هي المسؤولة عن إدارة وإغلاق وفتح الاتصالات مثلا انا فاندي فاتح حاج جوجل كروم تفرجوا الكم شغل فاتح انا؟ بس انا مش فاتح الانترنت عشان عندي عندي جوجل كروم صح؟ اسوري جوجل فيسبوك يوتيوب ميجا مين المسؤولة عن فتح هاي المناطق؟ القنوات؟ انتعرف بالستيشن بالتفصيل هي المسؤولة عن الجلسات هي المسؤولة عن الجلسات طبعاً لا يمكننا التعرف عليها بعدين تنزل إلى طبقة مين؟ طبقة الترانس بورط بروتوكول اليد بي ترانس بيشن كونترول كمنيكيشن بروتوكول بروتوكول اليد بي User Data Grant Protocol سنتعرف على هذا البرتوكولين بالتفصيل مهمات جدد متى يستخدم هذا؟ على حسب نوعية الداتا على حسب نوعية الداتا اللي جاية لعنده تمام؟ إذا كانت الداتا فيديو أو صوت وصورة فيديو أنا بحكم معكم تمام؟ يعني أنت من العنوية نفتح Skype Skype أو فتحين Messenger أو أنت لم تتصل فيها على Messenger أو تتصل فيها على WhatsApp صحيح بعض الأوقات تحس أنه فيه بطء صحيح أو فيه تقطع في الصوت صح؟ صحيح لماذا؟ لأنه يكون مستحمن برتوكول الـ UDP برتوكول الـ UDP لا يتحقق من وصول البيانات يا شباب لا يتحقق من وصول البيانات فاداتا بتصلى إليك ما بهمني وصلت أولا وصلت ما بهمني اتعدت المهم عشان هيك يدد أن تحس أنه فيه موج في الصوت يروح الصوت يعود يرجع الصوت صح؟ مرات فيه حكي ما بيصلك وأنا بكون حكيه لك هي بس ما تسمع بتقول لي عيد ليش؟ لأنه برتوكول الـ UDP برسل 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 بس ما بيتأكد وصبت ما وصبت عمير لي بس بيكون أصلا عن الـ TCB ليش أصلا عن الـ TCB؟ لأنه ما فيه عملية التحقق الـ TCB فيه عملية التحقق بالضبط بس أنا رح نتعرف عليه بالتفصيل الـ TCB والـ UDP رح نتعرف عليه الـ TCB ليش أجمع أبطأ من الـ UDP لأن الـ TCB بيتحقق من عملية الإرسال صح؟ صح بيتحقق من عملية الإرسال تمام لحد الآن؟ فكيف هي عملية الإرسال؟ أنا برسل لك عمار لازم تأطيني أشارة أنك أنت استلمت اعمل لي اعمل لي تأكيد أنا برسل لك طب ارسل لي اتنوج إن أنا في وصلتك الرسال ترتيب البكت لا ترتيب سيجمانت لأن الـ data بتكون بطبقة ترتيب سيجمانت رح نتعرف عليه بالتفصيل طبعاً شو السيجمانت ماذا بتكون سيجمانت ماذا بتكون بكت ماذا بتكون فريم عملية التحول تمام يا شباب؟ الـ TCB سمحت لهم هدطأ من مين؟ الـ UDP الـ TCB المسؤول عن نقل البيانات اللي هي نصية صور الـ أشياء غير يعني ما بتنتقل عبر الصوت والصورة عبر الصوت والصورة يعني فيديو تمام؟ الـ UDP يستخدم لمن؟ ماذا عن انت لو تفتح Skype أو Meeting لو تفتح Meeting ما بينه ما بينك فيديو فيديو مباشر أنا شايفك وانت شايفني لو نفتح عن ميسنجر بيكون استخداماً للـ UDP الـ TCB غير مسؤول عن هذا الشيء الـ TCB فقط عن الـ مثلاً الرياضة طب انت لو تجي تحمل ملف على الإنترنت مثلاً حجم 5 جيجا مش بيأخذ بعض الوقت وهو بيحمل هو بيحمل أنا أبرو تكون بيكون مستخدم من الـ TCB والـ UDP مفروض الـ TCB مفروض الـ TCB ليش؟ مئة بالمئة طب أنا أرسلت السؤال الثاني عندما تجي تحمل البرنامج عن الإنترنت أو ملف عن الإنترنت حجم 5 جيجا تعرفوا البرامج الـ download manager والـ وهذه البرامج صح؟ عندنا قطاع مثلاً عند قطاع مثلاً عند قطاع مثلاً بس في الطريق وقت وأنا قاعد أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصلتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصلتك صح؟ فأنت كيف بدك تعرف لك تقول لي وصل لي كذلك أنا أجب أن تقول لي عرفني عن حالك أنا أجب أن أقول لك يا حمد المشري طبعاً أنت قصيت اسم أبوي وين اسم أبوي عرفني عن حالي صح؟ تقول لي أرجع عائد لي اسمك الثلاثي فهمتوها يا شباب؟ هذه متسيمة تمام؟ طيب نجي لطبقة النيتورك طبقة الشبكات وهي المسؤولة عن مين يا شباب؟ لا هي المسؤولة عن الشبكات وهي المسؤولة عن الشبكات مثلاً الراوتر بيعمل في هذه الطبقة الراوتر بيعمل في هذه الطبقة ليش بيعمل في هذه الطبقة؟ لأنه بيدعم الـ ID تمام؟ ونعرفنا بالتفصيل طيب ننتقل لطبقة data link layer data link layer وصلت البيانات وشو بيعمل فيها؟ بيعمل فيها جهاز طبعاً بعيدنا فيها محاضرة جاية انتهى روحك طبعاً تعرفين بس المرة جاية ان شاء الله بعيدك هي طبقة الـ switch جماعة أعرفوا؟ طبقة data link layer هي مسؤولة عن إيش؟ عن نقطة البيانات بس عن نقطة البيانات بس إيش؟ مين الجيلة بتعمل فيها؟ الـ switch وكرت الشبكة لماذا؟ لأن الماك أدرس بيعمل فيها داخلها تمام؟ عادة عندي سؤال؟ ننزل للطبقة الأخيرة وهي طبقة physical طبقة الفيزيائية بعد ما الـ data بتنزل من الطبقة الـ application ويظل تنزل 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 ية ويس طبقة الـ application هي طبقة التطبيقات وهي الطبقة الأقرب لمن؟ للمستخدم شكل الـ data فيها بيكون إيش؟ data شكل الـ data يعني تقدر تكتب application وبجنبها data عشان تكون عارف إنها طبقة الـ application تتعامل بالـ data تمام؟ data يبيننات طبقة الـ application هي الأقرب للمستخدم تمام؟ يعني فيه إلى مصطلح آخر يطلق عليه interface application واجهة الـ application واجهة التطبيقات واضحة؟ ولنظرنا هنا على نقل بالمثال أنا كنت أستخدم برنامج نقل الملفات برنامج نقل الملفات ما بين client والserver تمام؟ كثير هذا يستخدمون ما بين نقل الملفات المواقع الملفات شخصية أي ملفات بينك وبين السيرفر تنتقل عن طريق مين؟ عن طريق برنامج الـ FTP برنامج الـ FTP بيستخدم يا جماعة بروتوكول الـ FTP بروتوكول الـ FTP بروتوكول الـ FTP بروتوكول الـ FTP وين موجود؟ في طبقة الـ application طب البرنامج الـ application وين موجود؟ على جهازكم يترسلون؟ لا لا صح؟ أنا بفتح و بشوف برنامج بروتوكول الـ FTP بروتوكول الـ FTP بروتوكول الـ FTP بروتوكول الـ FTP أو الـ FTP تمام يا شباب؟ ليش؟ لأن نقوم برنامج الـ FTP عسول لإرسال الإيميلات واقع يا شباب؟ أي برنامج تصفح للإنترنت يستخدم يا HTTP يا HTTP نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء بس الـ Outlook الـ SMTP أو الـ POP3 وبإمكانكم يا شباب تشجلوا بس البرتوكولات اللي أمامكم هنا الـ S&MB DNS FTP DAB طبعاً هاي بروتوكولات نتقدمها شوي بتتعرفوا علىها بالـ M-C-S-A بالـ Windows Server بتتعرفوا على الـ DNS زي الـ D-C-B الـ D-C-B نحن نفضلوا إن شاء الله بالكورس تبعنا تمام حضرة الضابط عمر صحيح حضرة الملازم عمر كل التحية يا أمي صحيح الله كل ما ساتح أو هاي اسمها بزكارة قضية ب Lean جاهزين يا سباب طيب ب corroancy هنا من عملية أطفعò من عملية ننزل الأطفع علينا نستطيع إن شاء الله تخافت انه أين لدي صورة نحكي أي صورة أنا عندي صورة مثلاً صورة مثلاً صورة الشجر هذه صورة مين الشجر تمام يا جماعة عندنا صورة الصورة هاي أنا كيش عيب فيها فأني طبقة أنا جايبها بالأمليكيشن صح طيب جميع أنا بدي أمسل هاي الصورة لمن لعمر بدي أمسل هاي الصورة لعمر بدي أمسلها عن طريق مين عن طريق الميسنجر حملت الصورة وطلعت على الميسنجر أو على فيسبوك عشان فتحيني لكروم أمسلت الصورة سلعته كل شيء تمام تمام لنزلة من الابليكيشن لمين للبريزنتيشن شكل الداتا يا جماعة بتضال داتا جنب الابريزنتيشن اكتب داتا شايفين بتضال داتا جميعين يا جماعة طيب في الابريزنتيشن شو حكي هنا بيتم تحديد صيغة ايش الداتا اللي نازلة من الابليكيشن صح؟ فالصورة النازلة شو الصيغة تبعتها؟ جي بي جي أو بي انجي طب لو كلمنا في دي كمينتيشن مثلا وورد .doc فاحنا لو نضمنا شوية لهون جماعة المثالة اللي أمامنا اجتهمل بي ان بي جي بي جي بي دي اف وورد تمام اكسل بيتم تحديد صيغة الملف من الابليكيشن واضحة؟ طيب شو كمان بتعمل يا جماعة برسنت داتا وبتعمل لنا ايش؟ كومبريش أو دي كومبريش وبيعمل لنا انكريبشن و دي انكريبشن يعني تشفير وفك تشفير وضغط وفك الضغط واضحة الأمور؟ طيب نقوم بإجزامبل على الموضوع احنا هاي الصورة تمام؟ send image dot jbg بضحق؟ نعم through htps www.facebook.com نحن نرسلها عبر الفيسبوك الصورة الصورة يا جماعة ما نزلت منها؟ من الابليكيشن لمين نزلت؟ لأ نزلت في الابليكيشن اتغلقت الصورة ونزلت وين؟ في الداتا تحولت للداتا طيب بعد ما نزلت رح يرسلها لمين؟ لطبقة السيشن لماذا لطبقة السيشن؟ هل هناك أحد يدري أن يحللها؟ بطبقة السيشن طبقة السيشن ماذا قلنا؟ مسؤولة عن قنوات الإسخلات صح؟ طيب أنا ماذا جوجل وفتح فيسبوك بنفس الوقت ولو نظرنا هنا شوية يا شباب شو فاتف أنا عندي؟ بس هؤلنا ستجلوهم أي شباب setup buff manage buff end buff هؤلنا الثلاثة setup buff إعدادات ايش؟ المصاري و manage buff شو يعني manage buff إدارة إدارة إيش المصاري طيب وإنت بات إغلاق المصاري تمام؟ طيب لو أجينا يا شباب بس نظرنا على سوري هنا أنا غلطان معاكم 4 4 3 لازم المفروض أن نضع ثلاثة أنا أضع ثمانين على الـ HTTP لو نظرنا يا شباب على الـ وأننا فاتفين أكثر من موقع صح؟ طبعا الـ HTTP هو المسؤول عن إيش حكينا؟ عن فتاحك هو وسيلة صح؟ وسيلة فتاحك فتاحك تمام؟ نحن فاتحين ما عندها الأجلة لبس صح؟ طبعا نحن فاتحين أكثر من أكثر من موقع بنفس الوقت من المسؤول عن هذه الشغلات؟ C-C طيب الأجلة لبس بيستعمل أو بيستخدم بورتوكول أفضل بورت بورت أربعة أربعة ثلاثة بيستخدم بورت أربعة أربعة ثلاثة اللي بيخرج مننا تمام؟ طيب الأجلة لبس هم مستخدم كمان في الفيسبوك؟ طيب كيف صار هيك؟ أعمل معك؟ بس كيف؟ ما هو أربعة أربعة ثلاثة؟ هنا كمان ليوتيوب أربعة أربعة ثلاثة؟ لما يا جماعة بيفتح الأجلة لبس وبيطلع من بورت أربعة أربعة ثلاثة جنب البورت هو راجع من الاتصال بيتم وضع بورت عشوائي طيب لوحظنا؟ بيتم إيش يا جماعة؟ بيتم وضع بورت عشوائي جنب الأربعة أربعة ثلاثة يا عشان يفتح لك عدة قنوات عشان يفتح لك عدة قنوات خط حظ؟ ما وضحت؟ طيب انت بدأت مين فيسبوك؟ صح؟ فيسبوك بيتم يستخدم من اشدة بي اس؟ برتوكول اشدة بي اس بيستخدم اي بورت؟ اي بورت؟ أربعة أربعة ثلاثة الطب أربعة أربعة ثلاثة هذا لا يتكرر لأن البرتوكول هي اشدة بي اس هوا المستخدم طيب احنا متحن فيسبوك وقاجينا فتحنا بوجل ورجينا فتحنا بوجل مرة ثانية بيفتح جوجل او لا بيفتح ليش لأن في بورت عشوائي لأن في بورت عشوائي شايفين من البورت العشوائي وضحت 4.3.3 ثانية 4.4.3 ثانية 4.4.3 يعني انا شوف شوفية ايه انا فتحت جوجل ادشت دي بي اس صح ايه بس انا اريد ايه بورت جماعة 4 4 3 طيب اجينا هنا فتحنا كمان مرة جودة 4 4 3 طب مش لازم يصبح فيه دبلكات لان فيه تشابه صح طب عشان ما يصبح شيء دبلكات شو راح يعتمل بورت عشوائي بفتح بورت عشوائي يعني لكل متصفح عفوا لكل موقع بفتح لك بورت عشوائي ولا بورت بورت عشو بس لازم تكون عارف السيشن طبقة سيكيورتي ليش؟ لو انا عملت هنا يوزر فيش مشكلة نفس عاد عاد من اذا فتحت جوجل بفتح لي سيرج بفتح جوجل بفتح لي كمان مرة سيرج طب لو فتحت فيسبوك مثلا جيت وفتحت فيسبوك نفس الفيسبوك نفس الفيسبوك ليش موقن ثاني ليش؟ 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 طبقة السيشن فيها سيكيورتي ليش؟ يعني جيرس الدعمل المفتوحة لك تبعت الـ username password فقط نفس الـ نفس الـ لا وحتاني وحتاني بس نفس الموقع طب هيا؟ نفس الـ 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 تمام يا شباب؟ طيب بعد ما تتحول إلى صورة وتنزل وتعرف انها ستطلع على مين؟ على فيسبوك على فيسبوك تحولت الصورة نزلت على مين؟ صارت داتا هي لحد الان ونزلت تطلع على مين؟ على فيسبوك طبقة السيشن هي المسؤولة عن توجيه الـ داتا على مين؟ نفس الـ معقول تطلع على يوتيوب الصورة؟ معقول تروع على جوجل؟ لا تروع على فيسبوك واضحة؟ طيب بعد ما تتجاهز وتتتحول تتحول لأشيء اسمه داتا ستريم داتا ستريم صفر هذه المخرج النهائي تبع الداتا تمام؟ تنزل يمين لطبقة الترانسبورت ننزل لطبقة الترانسبورت يا جماعة طبقة الترانسبورت طبقة نقل البيانات طبقة الترانسبورت طبقة الترانسبورت لطبقة الترانسبورت ان الداتا بتكون سيجمانت سيجمانت شوفوا الداتا نزلت من عندنا من فوق لتا ركزوا معي شوية شباب الداتا نزلت من الـ السيجمانت أعلى قلوب البيانات ضبقة الترانسبورت ملت من أن يدينك ملت من البيانات ملت من البيانات ملت من المبسط هما تعلم؟ سرعت نظرة ما تعرف تحول للتنزل طيب ليس يمس بالسلسل تحول للتنزل تحول للتنزل واصل ترحب تمام شباب تمام نازل ماترمه ونزل ونازل تمام تمام طيب لما تتحول إذا تنزلها إلى تحول سيجمنت بيتم عملية اخرى شباب عملية انتخاب البرتوكول واختيار البرتوكول معين تي سي بي ولا يو دي بي طبعا تي سي بي اختصار لترانزميشن كونترول بروتوكول واليو دي بي اختصار لأي يوزر باتا جرام بروتوكول تي سي بي يا تي سي بي يا يو دي بي يعني البياتة اللي نزلها من الان بيش هي فورة فأنا لماذا ما تروح يا جماعة؟ على تي سي بي، بروعه لك لا تروح يا مين لتي سي بي فتم اختيار مين بروتوكول تي سي بي طبعا جماعة التي سي بي احنا مش بس نهايتة انا فيه درس كامل لتي سي بي لا تي سي بي ولا يو دي بي شرح منفصل انا كيف عملية التحكك بيتم يعني عملية شوية طويلة بس انا رح نشرحها بدرس الثاني طيب بيتم عملية ايش يا جماعة لديها بعد اختيار عملية بعد انتخاب الروتوكولات الورتكولات يعني تسيبيه ولا يدي بيه؟ بتتم عملية تغريف 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 ياش؟ تغريف البيئة طبعاً لو نظرنا على الجدول هنا عندنا ببلش يتكون إشي اسمه هيدر 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 رأس رأس إلينا الرأس تمام؟ بيتم هيدر أي أحد تسيبي شمالها؟ ترانزميشن ترانزميشن كنترول بروتوكول يو دي بي يوزر داتا جرام بروتوكول طبعاً نحن نعلمها كده تفاصيل كاملة سنأخذها في درس ثاني محظمة جاي جماعة نعلم أن أول شيء نأخذها ترانزميشن كنترول بروتوكول تمام؟ نخلص منها ندخل على الإي بي بعدها ندخل على اللبات من ذلك نعمل العمل في الروتنج يعني نفوط على كورس الروتنج واضح يا شباب المرموا؟ طبعاً بينما يتم تحديد بروتوكول لو نظمنا يا جماعة على الهضر سيجمانت تي سي بي مزبوط والداتا وينها يا شباب؟ تركزوني شوي في الجدول وين الداتا؟ الداتا وين؟ طلع كيف الداتا نزلت وزاحت لوين دخلت دخلت جوه الهضر؟ وينها جعوصها؟ تي سي بي ليش؟ علشان بدأ يبلش النقل وتم تقطيع الداتا لسيجمانت مثلاً سيجمانت 1، سيجمانت 2، سيجمانت 3، سيجمانت 4 مثلاً أنا بحكي لك عميثان مثلاً حتم الداتا 100 جيجر قسمينه 100 جيجر لعدة أقسام ولا سيجمانت رح تتحول قسمين توضحها الفكرة أكثر يعني قسمتها 20-20-20-20-20 المية قسمينها على أربعة المية 100 جيجر على أربعة مية مية 300 جيجر 3-35 جيجر نعم أنا لا أستطيع أن أتحدث معك 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 هذا سيجمان تلبيين لأربع قسم تمام يا شباب؟ يجب أن يتم تغريفها داخل هيدر وهي تنزل من الترانسبورت إلى النيتورك تمام؟ في طبقة النيتورك يا شباب وسجلوا لي بس هاي أهم شيئا ماذا يا محمد؟ ماذا يا محمد؟ الهيدر أقصد جدا الهيدر محمد نفس ما هو ما بنهيك أكتبه أنا أعطيكم الفيديو يعني سأسلمكم إياه إن شاء الله عن يوثنجر ويبقوا كمان نرفع على يوتيوب لماذا هناك مشكلة؟ هذا خلال المرزم المرزم يحبسنا تمام محمد؟ تمام محمد؟ تنزل العالمية على طبقة النيتورك لاير طبقة النيتورك لاير هي المسؤولة تحديد الشبكات وتحديد الإي بي الخاص فيك وخاص في مين؟ في جهاز المستقبل يعني المرسل هو المستقبل source destination كمان؟ طبعا في طبقة النيتورك يا شباب بيعملك this way to move data وراوتر device جهاز الراوتر بيعمل فيه طبقة النيتورك لاير وبيعمل الـ IP address في طبقة مين؟ طبقة النيتورك لاير وباكت الداتة يا شباب تتحول لباكت بيتم تغريفة سيجمنت والداتة والتسبير وكل آياتها في داخل مين؟ في داخل الباكت ولماذا تتحول لباكت؟ هل هناك أحد تستطيع أن يعلم؟ ماذا تتحول لباكت؟ ماذا تتحول لباكت؟ بس لماذا تتحول لباكت؟ أنت لم تكن معنا؟ الشباب تتعين وتأخذتها كل الـ switch بقى صغيرة عمل فريم روتر باكت فلما تصل الـ data لما تطلقت النيتورك ماذا تتحول؟ باكت 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 فلما تتحول لباكت؟ لكي تنقلها بالضبط وفي أما بعد العملية الثانية هي encapsulation تم تغريفة الـ IP تبع source و destination تبع المرسل والمستقبل تم وضع الـ IP الخاص في جهازي والـ IP الخاص في جهاز مينت الملازم وضعت وضعت؟ تمام الشباب؟ نعم نفهمت؟ أو هناك أحد عندها يلابس بالموضوع؟ أنس؟ أنس جاهز؟ ديانا ديانا شو؟ ديانا؟ الله متخلط باسمك يا الله، شو اسمها؟ دنيا دنيا؟ دنيا سعد صحيحة دنيا سعد صحيحة تمام يا شباب، بقم نتحول من الهدر بقم نتحول شو بيتم وضع؟ بيتم وضع الـ IP الـ IP الـ IP المرسل و الـ IP المستقبل تمام؟ حماد وضع؟ أعلى بقتك، أعلى بقتك، أعلى بقتك، أعلى بقتك، أعلى بقتك التسجيل، التسجيل أنه بسجل يعني، أنا راح تراجع التسجيل أهم الأمور لكم شو ورحة؟ ديانا، صح؟ أعرف؟ لا شوف اسمها؟ كمانا؟ لا شوف اسمك لا يدخل رأسي دانيا شكل الـ data سيكون بالـ network دكت الـ representation و الـ application و الـ data انت تشوفوا يا جماعة الـ data و المصلط عندنا يعني الصورة الصورة ليس مخزنة يا جماعة في جوة الـ data الصورة في جوة الـ data مخبة طيب و التسيبي؟ الصورة، الصورة السورس IP جهاز المرسل انا المرسل نعم طبعاً الـ IPات اللي بتعمل يا جماعة في طبقة الـ network لا ير IP version 4 IP version 6 IPX ICMB ICMB يا شباب تحدة بيعرفه؟ الـ Bing الـ Bing الـ Bing تعرف الـ Bing لو لو رحنا على الـ CMD وعملنا بـ Bing 8 8 8 هذا اسمه ايش يا جماعة عبرت كل الـ CMD Enter ما فيش انطلت طبعاً انا شرح يعمل الـ فش رح مين رد علينا؟ هذا رد عليّي destination host رد عليّي كرت الداخلي في عندي كرت الداخلي أنا؟ هو وهم، تمام يا شباب؟ ما رد عليّ هذا مين؟ الـ ICMB الـ ICMB الـ ICMB تمام؟ بروتوكولات مثل الـ EGB الـ EIGRP الـ OSPF الـ ARP الـ RIP طبعاً احنا جباباً نجي نشتغل بالـ Router ونعمل configuration من الـ Router ونبدأ نفعل عن البروتوكولات البروتوكولات اللي احنا منفعلها على الـ Router تكون تعمل في طبقة الـ Network واذا انت فهمت 7-Layer صح عندك القدرة بالثم لانك انت لها تحل اي مشكلة شبكة يعني اذا اي جهاز يشتغل بالطبقة الثالثة وبالطبقة الثالثة توقف راح يتوقف كل شيء تمام يا شباب احنا تقريباً خلصنا يعني وضحت يا شباب محمد محمد واضح الأمور تمام طيب بعد التكوين من الـ Network تنزل لمن يا شباب للـ Data Link Clear وفي الـ Data Link Clear في عدة أمور الـ Data Link Clear يا شباب بعد ما ألعاد الوصول لها وفي ذي داخلها عدة خطوات وعددة خيارات فهنا الـ Logical Link Control والـ Logical Link Control بيتكون من الـ L-L-C والـ L-L-C تمام نوعي فهنا الـ Logical Link Control هي تتحكم شو بتعمل صورة الـ Logical Link Control الفلاش عماني الـ Logical Link Control يا شباب بيتحول لك الباكت لـ Frame بيتم تعمل الأولى بيتحول لك الباكت إلى Frame تمام وإنه كمان Network Layer Protocol بيتم تحديد فيها نوعية البروتوكول المستخدم هل هو Ethernet ولا هل هي على شبكة LAN ولا ولا أوكي يا شباب وعندنا الـ Media Access Control الـ Media Access Control طبعا هي المسؤولة عن تحديد الـ IBR لجهاز البرسل وجهاز المستقبل تمام وعملية إضافة الماك أدرس في داخل في داخل الـ Media Access Control تمام طبعا الـ Switch هو اللي بيعمل في طبقة الـ Data Link سويتش جهاز الـ Switch يا شباب بيعمل طبقة الـ Data Link والـ Mac Address بيعمل طبقة الـ Data Link وفي النهاية يجب أن نعمل Encapsulation لمن؟ لجميع الـ Data فالشرح يتكون عندنا ماك أدرس Source و Destination اللي هو جهاز المرسل في جهاز المستقبل وبعدها طبعا هاي الفريم وبعدها بيتكون عندنا الباكت IP Source و Destination وبيتكون عندنا من عندنا جماعة سيجمت بعدين الـ Data بعدين نهايتها Tear وبعدها شويت كمان عندنا نهاية 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 ماذا أن عليه نهاية ماهي نهاية نهاية ونهاية ماهي ماذا الـ Mac ماك أدرس ماك أدرس أحيان ماذا أحيان ماذا أحيان لإيش؟ للتير. تير. تمام؟ يعني هذا الرأس وهذا الهدل. الالالسي لوجيكا لين كونترول. لوجيكا لين كونترول يا شباب. مفهوم ما ملازم عمر؟ الالالسي لوجيكا لين كونترول. في داخلها خدمتين. بيتحول لك الباكت لفريم ويتم تحديد البرتوكول المستخدم في الليغ. هل هو برتوكول الوان ولا برتوكول الان؟ الماك اكسيس كونترول لها بالضبط. بيتضيف لك الماك ادرس في داخل الفريم. تمام يا شباب؟ والآخرة الماك اتش اند اتش دي. هي المستخدمة في تكوين الرأس والذري. تمام أناس؟ تمام. تمام يا شباب؟ وفي انها فينا كمان اختصال لها FCS اللي هي تلفريم تشيك سيكوينس. هالخدمة يا شباب بتعمل لك ايش الالرور الدوكشن بتفحص الدياتر هل فيها نقص او لا؟ فيها خطأ او لا؟ ماضح يا عمر؟ اناس؟ ديانا؟ لماذا مرحظت اصنا؟ المترجم Super rely. تمام يا شباب؟ ببغط اتش حال داتا لك؟ ننزل لقوصة مين؟ بعد نزول الداتا بتنزل لقوصة مين دل geben؟ الشباب ينتبه يحظون ذو حاجل سوف أعطيك الفيديو بعد نزور الداتا يا شباب وتكوينها بشكل التالي من الداتا لينك تنزل المين للفيزيكال لاير وفي طبقة الفيزيكال لاير يا شباب تتحول من هيدر طلعوا الهيدر كيف تكون كامل بيتم تحول الهيدر في طبقة الفيزيكال لصفاير وحايد ومن بعدها تنزل بالسلك وبتبحير الداتا على عالم الشبكات فاضحة الأمور؟ طبعا في طبقة الفيزيكال بيعمل عندنا برضو بترت الشبكة لهو تنتورك انترفيس كارد دلوقتي النك وجهاز الغط لأنه بيعمل بالإشارة تمام؟ صفاير وواحد وإرسال واستقبال يعني إرسال واستقبال صفاير والواحد تمام؟ وكونفرد فريم تو بيتس يعني بيعمل لك طبقة الفيزيكال بيتم تحويل الفريم إلى صفاير واحد يعني بيسلمها فريم بيسلمها فريم الفيزيكال وبس يسلمها فريم بيعملها إش كونفيرت بيتمتع وميلا على كونفيرت صفاير وحايد بالتات تمام يا شباب؟ يا محمد؟ ننزل لآخر طبقة؟ نروح نروح طبعا هاي أنا المرة جاء إن شاء الله بعرفك وشي الفرق ما بين الأوس آي موديل والدي سي بي آي بي هاي طبعا متعمقة للتوبولوجي هاي طبعا الرسمة هاي متعمقة في الأوس آي لا يرى تمام يا شباب؟ برسل لكم إن شاء الله الفيديو وبتستفيدوا منها والله يعطيكم العافية والسلام عليكم وعلى الله وبركاته ولازم عمر تحياتي اشترك الله